يا مامة يا نا يا نا يا نا يا نا اه 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 يا منخي يا مامة بخير اهه اوآه يا عادل عادل من فضلك احنا خلاص دي مغانتنا عملت مفرقعتات وعملت حاجات قنبلتات من الست اللي فوق دي عملنا ديسكوهات من فضلك يا عادل شوف بقى هتعمل فيها ايه؟ يا امت بجد بجد حنسيبلك البيت وحنمشي خالص سيبوا البيت وتمشي السكنة الجديدة دي ما جاتش قبل كده ليه بقولها شوف حل طبعا إن شاء الله ايه يا دماغي ايه على آخر الزمن تسكن فينا واحدة زي دي يا سلام يعني يا ماما يعني لو كانت سكنت تحتينا ما كانش حصل مشكلة يا عادل دماغنا حطرشق من كتر الضوداء بقولك ايه اعمل حسابك اجتماع مجلس إدارة العمارة حيتعمل عندنا الشهر ده ركز كده وروع دماغك عشان كل سكن العمارة متوقعين ان انت اللي حتتكلم بلسنهم التكلم بلسنهم ليه هم مش عندهم لسنة ايه يا أخوان فاطلقبطونا ليه هالو هاي هالو هاي اهلا يا نوسات ما زي شاقق مادام الشاهي مدربة تقتقاهي روسك وانتو عايزين شاقق مادام الشاهي عشان ايه انتو عايزين تتخانوا ولا تخسوا انا رايحة لشان اخس اها اخدارة معاك ايه يعني قدوة الحقيقة مادام شاهي عندها حل الكل حاجة ما ترغى عندك بتقول ايه يا عادل لا مفيش يا مام اصباح الخير يا سعادل صباح النور الشق اللي فوق تفضل ايه المناظر دي اللي طالعة نازلة ايه يا أستاذ عادل بس الله بقى العمارة اللي ما كانتش بيسمح حدي فيها حس تبقى بالمنظر ده عجبك كده يا أستاذ عادل تفضلي بس العمارة بقت مدرسة العرب يا جماعة انا تباقي هتطاق مني معاك حق يا مو مرفت والله يا عادل لو سمحت لازم تعمل حاجة في الموضوع ده ما تقلقوش انا هتصرف وهتشوفوا بقى انا هعمل ايه باختصار كده يا أستاذ عادل تحبي يا حبيبي ان احنا نقعد كده على الحيطة ونسمع الزيتة وانتي بس ايه اللي يعادك على الحيطة يا امو مرفت انا اعرف اللي بيقعد على الحيطة مثلا بورس سرصار فار بتاع لكن احنا هنقعد على الحيطان ليه انت تبخين ايه ليه وانت مراتك ما تبختلكش النهار ده هاي 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 عصر الاستاذ عفيفي معودنا كان بيأكلنا لما نعمل الاتماع عنده بيأكلكو ايه يا عمو انت ينفى حد يأكلك هو موت وخراب ديار يو 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 اهن دلوقتي في الست الساكنانة الكمبلونشية اللي فوقه جيب باتل اي رابيتس وزباينها اللي طالعين نازلين وقالقين راحتنا يا عادل كويس اواما انت فتحت الموضوع ده يا جماعة طبعا انتو عارفيني ومترب معاكو العمارة دي بتاعتنا يعني من زمان لكن كمان عارفين بقى مواقف البطولية في المواقف دي الله يا خليك يا استاذ عادل لو يا اخويا مش عشان خاطرنا عشان خاطر بناتنا يا ستي ومن غير بناتك ولا حاجة يعني ده وضع طبيعي العمارة طول عمرها عايشة في امان هتيجي الست اللي سكنت فوقينا دي تقلب لنا العمارة انا مارضاش بكده ابدا طب والطلبة اللي بيذكروا والناس الكبار خضار انتو هتكلونا خضار يا استاذ عادل لما اخذك كده انت ولية امرنا لو كان ولية امرنا كان عمل لنا اكل يا راجل يا راجل وانت كده دايما همك على بطنك ما تقول لنا يا عادل هتعمل ايه؟ يا جماعة انا مش عايزكم تقلقوا خالص طول مانا رئيس اتحاد سكان العمارة ما تقلقوش الست السكنة الجديدة دي هتمشي والعمارة هترجع زي الاول دي اسمها نيفرتيتي اللي حجمت مصر بعد العثمانيين صباحك كيف؟ اه صباح النور اهلا وسهلا يا فدو واضح ان البداعة اللي عندكو حلوة قوي حضرتك احنا البداعة اللي عندنا في البزار بيجي لنا مخصوص من الصين والصين طبعا عارفة يا حضرتك الدولة مصدرة جامد دلوقت غريبة مع ان الناس اللي قالولي عليكو قالولي ان انتو بداعتكو سكة جدا سكة جدا؟ لا حضرتك اتأكد بالبداعة عن نفسك يعني بس الكلام اللي اسماته بصراحة يخليني اخاف اشتري من عندكو بقى اي حاجة يا هانم احنا لينا اعداء كتير انت بتأملي فيها مصقف انت مالك انت فاقل انا مش فاهمة يا هانم احنا لينا اعداء كتير مالهمش حق فاعلة اللي قالو عليكو كده عموما انا كان لازم اجي بنفسي واتأكد قبل ما اخد رأيي واحكم على حاجة ما اعرفهاش طبعا يا هانم برافو عليك اعارفة انا لازم بتأكد بنفسي من اي حاجة قبل ما احكم عليها ده وضع طبيعي يعني امال يعني يا استاذ عادل عايزين اللي اتمشوني من العمارة بتاعتكو من غير حتى ما تسمعوني وحضرتك جاريتنا في العمارة؟ احب اعرفك بنفسي مادام شاهي مدربة الايرابيكس واستكنة الجديدة اللي شقتها فوق شقتكم لا طبعا لا يمكن انت جننتي عادل مش ممكن عادل ابني هو اللي بيتكلم ده ابدا ايه يا اخوانا في ايه؟ ما هو مش معقولة برضو واحدة ستة تمشوها من البيت من غير ما تقعدوا معها وتسمعوها يا حناين وحضرتك بقى قعدت معاها؟ الجرس بيترب محدش يفتح ولا ايه ماتفتح يا اسمين صدوة حبيبي ازيك يا ادرا وازيك؟ ازيك يا اسمينة خد القصة بتاعتك اللي بتحبيها مش هيا سموا عليكم ازيك يا جماعة سندوق الحاجة الساقة اللي انت قلتولي عليها علشان اللي اجتماع جيوا بوتتوها دا كيتشن حضر ما اتطبهش يا استاذ عادل شفتها فين؟ شفتها ايه؟ ما شفتهاش طبعا خالص دولا جرتك الجديدة اللي جات لك البزار شفتها وانا طالعلك على السلم يعني وبعتلك الف سلام يا دولا وبعدين يا عم ابسط يا دولا يعني محدش قدك يا دولا دولا ابسط يا دولا اللي ما شفتش جرتك قبل كده ما شفتهاش انت بتصدقي واحد غبي زي دا يعني هشوفها فيه ولا 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 جبت العيش الفينو يلا العيش الفينو ايلي قلتلك هنعملو سندوتشات عشان الاجتماعات لا يا دولا ما جبتش انت بتخمزلي ليه يا دولا انا غمزتهلك اجري يلا روح اتكر على الله روح هاتي العيش الفينو يلا وتعالى فثقة وما تجيش مجيش يلا حاضر يا دولا استنى يا رامزي استنى يا دفت استت دي كانتلك في البزار كتعايزة ايه؟ اقول يا دولا ولا ايه يا عم؟ تقولي تقولي إيه إيه إنت شفت حاجة؟ هو بصراحة يا جماعة أنا ما شفتش أهو أهو الحمد لله شفت ومش قلتلكم لأن دولة بعتنا جيب لها حاجة سقعة من آخر الشارع مش من القهوة اللي جنب البزار يعني زي كل مرة آآآآ آآآآآآآ آآآ آآآآ آآ آآآآآ أو هتصفر و هتعملو يا جماعة المسألة بسيطة خالص القهوة اللي جنب البزار صراحة يعني الولد اللي هناجك إيده مش نظيفة و أزايزل حاجة الساعة amı أنتوا عارفين يعني غطياني الكازوزة لو واحد إيده مش نظيفة بتبقى مش نظيفة يعني و كمان وزعته طبعا علشان يحلاله الجو وانا اقول بتدفع عنها ليه؟ بتدفع عنها ليه؟ ايه ايه فيه ايه؟ فيه ايه؟ ايه فيه ايه؟ يا جماعة يا جماعة صراحة انا بدفع عنها لانها مسكينة قوي عادل لو سمحت عايزة اتكلم معك من فضلك اسمعني مش هينفع اسمعيك عشان انايب عادل ارقوك يا عادل لو مش هتسمعني عشان خطر بنتك ياسمين وياسمين ايه دخلها بالموضوع ده يعني؟ اه انا بكلم عن ياسمين علشان هي ضحية ايه احد يبلغ فيها؟ بلغ فيها ايه يا مجرمة عشان يبلغوا فيها انا بكلم عن الشروخ اللي ممكن تحصل في نفسيتها في المستقبل الشروخ لا اسهلة الشروخ مقدور عليها شوية جبس واسمنت ونلياتها يعني يا عادل انا مبهزرش النليات ايه يا عادل انا بكلم عن القدوة الحسنة قصديك ايه؟ قصديك ان انا مش قدوة بالنسبة لياسمين؟ لا طبعا يا بيبي مش قصدي انت قدوة طول ما انت قدامها لكن لو حضرتك بقى مش موجود وبنتك شايفة الستة بتاعت الايرابيكس طالعة ونازلة طول اليوم عالسلم وليه طالعة ونازلة عالسلم والاسنصير عطلن؟ يو يا عادل انا مبهزرش يا عادل بنتك لو شفت الستة دي هتقوم بتقلدها هي يا ياسمين عندما وهبت التقليد؟ لا 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 انت فزيع يا عادل فزيع انا عارف ان انا مش هوصل معك لحل بس عشان تبقى فاهم انا وسكان العمارة كلهم مش هنسكت هتعملوا ايه يعني؟ هتشوف يا عادل هتشوف